الدنيا حر والجو نار وفي شهر سبعة هيبصعب الاختيار لان في مجموعة مبيرة جدا من الالعاب هتنزل في يوليو تعالوا نتعرف عليها سوا في الفيديو دوت ونبدأ القايمة مع أندر ليليز كويتس اف دو نايت المقرر لها النزول يوم ستة على البلاي ستيشن أندر ليليز هي لعبة ار بي جي صنعية الابعاد على طور الروج لايك تدور احداث اللعبة في اطار خيالي ومظلم حوالين كشف اسرار مملكة مدمرة في الرحلة الحزينة ديت هتواجه أعداء مروعين ممكن لحظة عدم انتباه واحدة توديك وراء مصنع الكراسي تغلب على المصاعب ديت وعلى أعدائك ودور على الحقيقة بمساعدة الفرسان اللي سقطوا في الماضي Out of line لعبة بلاتفورمينج أو تجاوز عقبات وحل ألغاز صنعية الابعاد مميزة جدا وحصلت على تقييم عالي في إصدار الكمبيوتر في شهر ستة ودلوقتي هتوصل للنينتاندو سويتش يوم سبعة سبعة Out of line لعبة مغامرات فريدة جدا من نوحة ومرسومة باليد بأسلوب صنائي الابعاد تتبع Out of line مغامرات شخصية سان في محاولة للهروب من المصنع اللي كان في السابق بيته انغامس في قصة تدور أحداثها في عالم غامض بيتم الكشف عنه من خلال فصول متعددة السلسلة الرائدة Monster Hunter هتعود لنا تاني مع Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin على البي سي وعلى النيتاندو سويتش يوم تسعة الاصدار التاني من سلسلة تقمص الأدوار القائمة على عالم Monster Hunter هتقدم مغامرة شيقة مع اسلوب رسم يشبه الأنمي واللي هتكون فيها متصامق وبتكون روابط مع الوحوش الصديقة المعروفة باسم Monsties للقتال إلى جانبهم وانت بتشارك فيه قصة ملحمية يعني من الآخر كده ممكن نقول انها لعبة بوكيمون في عالم Monster Hunter The Legend of Zelda Skyward Sword HD المقرر لها نزول يوم 16 واحدة من أهم إصدارات النينتاندو سويتش الصيف دوت إن ما كانش السنة دي هي طبعا إعادة إصدار للعبة اللي نزلت على جهاز النينتاندو من 10 سنين لكن طبعا المرة دي بدرجة نقاء HD وبطرق تحكم مختلفة اكتشف بداية أسطورة زلدة في السماء وعلى الأرض وتعرف على كيف بدأت عجلة الميلاد والبعث اللي انبسك منها كل أجزاء أسطورة زلدة واكتشف مجموعة من أفضل الزنزين اللي تم تطويرها في السلسلة في قصة رائعة بتقدم تخيل مختلف عن شخصيات السلسلة كما عاهدناه لو بتتفرج على الفيديو ده وتقابل 14 سبعة فأنا بعمل جيفاوي ليها وهحط اللينك بتاقي الفيديو بتاقي الجيفاوي في الديسكريبشن محبين ألعاب النينجا ليهم موعد مع إعادة إصدار Within the Blade على الكونسلس كلها يوم 16 ستة Within the Blade بتتمتع بالعديد من المميزات الفريدة من نوحة ويمكن أكتر حاجة هتلفت انتباهنا هو العرض المبسط اللي بيقدم رسوم متحركة مفصلة باستخدام فن البيكسل اللعبة هتمكنك من التحكم بالنينجا دموي بيقاتل حتى الموت ومعروف دلوقتي عن اللعبة إنها بتقدم تحدي صعب هيرضي ويغري حتى أفضل اللاعبين Tribes of Midgard المقرر لها النزول يوم 27 سبعة على البي سي وعلى البلاي ستيشن تعتبر من أكتر الألعاب طموحا وابتقارا لأن جيربوكس بيوعدوا إن هم هياخدوا طور ألعاب عظيمة زي دايابلو وهيدمجوا مع البقاء والستراتيجي وتقمص الأدوار وتنظيم الموارد وكمان اللعب التعاوني Tribes of Midgard هتقدم تجربة بيتعين على اللاعبين فيها الإزدهار والبقاء في البرية وإن هم يصبحوا أسطورة من أساطير الفايكينج من أجل الدفاع عن قرياتهم ضد قوات العدو خلال راجناروك ديت من أكتر الألعاب اللي أنا منتظرها الصيف دوت كله Microsoft Flight Simulator لعبة محاكاة الطائرات الشهيرة اللي كانت بتحتاج كمبيوتر طيارة علشان يشغلها بشكل كويس هتوصل أخيرا للأكس بوكس سيريز في 27 سبعة زي ما احنا عارفين في Flight Simulator بيحاكي تدريس الأرض بأكملها باستخدام بيانات من خرائط حقيقية وبيولد الزكاء الاصطناعي الخاص بمحرك مايكروسوفت أزوري تمثيلات سلسية الأبعاد لمعالم الأرض باستخدام الحوسبة السحبية لتقديم المرئيات وتحسنها زور أي مكان في العالم مع Microsoft Flight Simulator من خلال الأكس بوكس سيريز أكس والأس وإن شاء الله أنا هعمل سلسلة خاصة مع اللعبة دي وأخيرا The Ascent المقرر لها النزول على الكمبيوتر وعلى الأكس بوكس في 29 سبعة دي من أكتر الألعاب اللي أنا شخصيا منتظرها الشهرين ده مش بقول لكم الدنيا حر والجو نار على السطح هي لعبة تقمص أدوار تدور أحداثها في عالم سايبر بنك في مدينة تسمى فيلس لكن في الحقيقة هي اللعبة أكتر من كده لأن هي بتجمع التصويب والاستكشاف والتحديات من منظور أيزوماتريك أو متساوي القياس اكتشف عالم فيلس بمفردك أو مع مجموعة من الأصدقاء ممكن توصل لحد الثلاثة للتعرف على تاريخ العالم ومواجهة الطغيان وطبعا كعادة ألعاب الار بي جي فهتقدر تحدد مظهر شخصيتك ومهاراتها وقدراتها بالكامل لتلائم أسلوب لعبك ده بالإضافة لنهب عدد كبير من الأسلحة والعتاد كل ما تتقدم في اللعبة وبكده أبقدمت لكم أيما بأفضل الألعاب المقرر لها نزول في شهر 7 من وجهة نظري أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو ولولي رأيكم في التعليقات لو أنا في لعبة نستها أو تجهلتها ولو عجبكم الفيديو يريد تعمله عليه لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تتابعوا محتواها أول بأول ونشوفكم على خير الفيديو الجاي